ميتة خنزير يا رجل لو حي ما يصح بيعه كيف هو ميت لا تتردد أبدا ميتة البحر حلام ميتة غنم حلام ميتة غنم حرام ميتة كلب حرام كذلك الأسلام التمائن كلها حتى كانت من القرآن مرتاح نعم طيب اجلس البيع على بيع أخي بيع المسلم على بيع أخي اتفقنا أنا والشيخ أن أبيع جوالي مفروم طيب بكم بمئة أورو أخذ الجوال وأخذ المئة جاء هذا قال سبحان الله تشتري هذا الجوال بمئة أنا أبيعك أحسن من هذا الجوال بخمسين جزاك الله خير يصح لا يصح أو جاء إليك كيف تبيع بمئة أنا أعطيك مئة وعشرين يصح وأنت ترى أحيانا بعض الناس في مجلس واحد أقول للشيخ تشتري يقول نعم أشتري بكم بمئة هذا يقول لا أنا أشتريه بمئة وعشرين أو يقول لهذا لا 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 تشتري يا أخي هنا أقرب نحل يبيعك بالتسعين هذا إما البيع على بيع أخيه أو الشراء على شراء أخيه هذا لا يجلس محرم كذلك لدينا صورة بيع بالمزايد تزيد في السعر مثلا يأتي إعلان في الجرادة المجلات أنه في يوم كذا بعد العصر هناك سيارات تبع تدخل السيارة الأولى يأتي الناس افتتاح المزاد يسموه مزاد هذا ألف تزيد ألفين تزيد ثلاثة ألاف هذا يزيد هذا ليس بيع على بيع أخيه لأنه ما تمت البيع على مفهوم طيب اتفق هذا وهذا على الإضرار بمن بمن بهذا الأخر نعم فقالوا ماذا نصنع قال نأتي ونزيد السلعة تساوي مئة فنزيد في السلعة فإضطر هذا إلى الزيادة ويأخذها بأكثر من الثم وتعارف عليه إضرار بمن بالبايع أو بالمشتري بالمشتري وقد يضر بالبايع يعني في زياد السعر أو يضر بالبايع والمشتري لأنه يرفع في السعر ثم لا يستري أو يرتفع السعر الآن ثم يأخذ هذا بأكثر من السعر المتعارف عليه أصلاً إذا هذا هو بيع النجز أن يزيد في السلعة إضراراً إما بالبايع والمشتري وهو لا يريد الشراء أصلاً هذا حكم هذا الفعل محرّ وأنت تعرف أنه بعض الناس اتفق على هذا أو اتفق التجار يقول اسمعوا ما أحد يزيد مجرد ما يفتح المزاد مئة مئة وعشرين مئة وثلاثين قال الكل يتوقف حتى يضر بمن بالبايع اتفقوا الآن تحاول عليه طيب الآن المقامرة بيع البيض للقمار محرّ العنب لمن يصنع الخبر محرّ بيع السلاح ما حكم بيع السلاح 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 نعم أسلحة الأصل الجواز دائما عندما تفصل عن أي مسألة تقول الأصل الجواز والذي يدعي التحريم لابد أن أتي بدليل جاء جاء إليك رجل وقال الله يرضى عنك أريد قنبلة أضعها في مسجد الميرو حتى نرتاح من الكل وبخاصة هذا الذي يدرس يصح أو لا يصح لا يصح أو بيع السلاح وقت الفتنة حصل تخاص بين رجلين أو بين قبيلتين وجاءت القبيلة الأولى قال نريد أسلحة تبيع لا ما حصل الآن في بعض الدول في بعض الدول من يعني قتال فيأتي ويمد هؤلاء بالأسلحة لا صح لا صح لأن هذا بيع سلاح أين وقت الفتنة وانت وقت الفتنة إذا كان لديك سلاح تكسره حتى لا تقع في الفتنة صحيح أم لا أين الفتنة في قتل المسلم حتى لا يذهب يعني في قتل المسلم أنت تعرف أنه في بعض الملجان قتل مسلم لمسلم نعم موجود وفي بعض الملجان مسلم لكافر هذا الأشكال ما في عنده الأشكال بالشرط التي يذكرها الفقاء نعم يجلس يبيع السلاح على قطاع الطرق قاطع طريق يبيع السلاح قاطع طريق طب يشتري من قاطع الطريق السلاح يا أخي فلان نعرف أنه قاطع طريق ويبيع السلاح هل يصح أن أشتري منه سبحان الله أنا ما أريد أن أسرع بسلاح شيء أضع عندي للطوارئ يصح أو لا يصح إخوانا أشتري من قاطع طريق حق يوقف ليش ما يصح صحيح نعين على ماذا نعم ولا تعاون على الإثن والعدوان الآن أنت تتعجب أحيانا كم يشاوي هذا مستعمل كم يشاوي أربعمائة يورو ها أربعمائة يورو لا ما أرى طيب هذا يشاوي أربعمائة يورو مفهوم يأتيك إنسان يقول تشتري بمائة يورو لو قال لك الآن أنا لو أقول لك الآن في المسجد لا يجوز نعم أعرف لو أقول لك خارج المسجد تشتري هذا بمائة تقول ما شاء فرصة مينة خذ هل يصح هذا انتفر في الغالب أنه هذا الذي يعني ينقص السعر شيء خيالي يعني أربعمائة مائة فهذا في الغالب أنه سارف أو يقول لهذا خمسين يورو تريد خذ مباشرة ومشي هل يصح ما يصح لأنه في الغالب أنه هذا مسروق وانت تعرف هناك أماكن موجودة صحيح يعرفها بعض الناس هدان الله لبيع الأشياء المسروقة سوق سوداء نعم يقوله هذا السوق السوداء فيها الأشياء المسروقة هل يصح لا يصح لأنه لو امتنعنا الآن من السراء حتى هذا السراء يقول أسق لمن صحيح نعم فهل يصح السراء من السوق السوداء سوداء من السوق البيضاء نعم لكن أنت تعرف أنه بعض الشركات أحيانا في نهاية العام تخفيضات هائلة هذا ما يضر يضر ما يضر يجلس طيب عندنا مسألة أكثر السؤال عنها الشيخ عندما جاء إلى العمرة اقترض اقترض مني ألف ريال سعودي مفهوم اقترض كم ألف ريال سعودي فالآن جئت إلى هنا أعطني حقي قال والله ليس لدي عملة سعودية ريال سعودي ما عندي أعطيك يورو يصح أو لا يصح ريال الآن لو أخذ مني ريال سعودي بيورو يصح يصح بشرط ما هذا تقابق لابد من التقابق صح ولا اشترط التماثل لأن عملة سعودية بعملة أجنبية لكن عندما اقترض مني الآن اقترض مني كم ألف ريال سعود والآن وقت يريد يعطيني يورو فلعل هذا تحاول على الربع أول لأنه إذا أردنا أن نتعامل يعطيه سعود يعطيني يورو لابد من التقابق وهنا لم يحصل التقابق لماذا لأن هذا هذه القضية ليس في الدين هذا قرض فالآن قال أعطيك هورو ليس عندي ريال سعود هل يصح يصح بشرطين بكم بشرطين أن يحصل التقابق في مجلس العقل يعني لابد أن يدفع لي كل الدين ما يصح يقول أعطيك اليوم النص وغدا أعطيك النص آخر ما يصح لأن الآن انتقلنا من القرض إلى صرف صح أي نعم الصرف يشترط فيه التقابق قال أعطيك اليوم هو الآن نظرنا الشرط الثاني أن يكون إعطاء العملة الثانية بسعر الصرف اليوم كم تساوي ألف سعودي اليوم عند الصرافين 200 يورو قال أعطيك اليوم 100 وغدا 200 ثاني يصح لا يصح إذن بشرطين التقابق ولا تفرقوا بينهما شيء وأن يكون الصرف بسعر اليوم كم يصرف هؤلاء قال 500 سعودي بـ 100 يورو إذن يعطيني 200 وننصر هكذا يصح وغير هذا لا يصح مفهوم لكن بشرط لا يكون القرض في أول الأمر بغرض التحايل على الزبل طيب بيع عندنا الآن بيع الثمار وبيع الأصول في الأشار البيع الآن بيع الأصول والثمار لديه مزرعة فيها نخل وجاء هذا الأخ واشترى منه المزرعة بما فيها اشترى الأرض كامل بما فيها وقت الحصاد جاء هذا الباع وقال الرطب لي سبحان الله يصح هذا أو لا يصح إخواننا الصورة هذا لديه مزرعة كبيرة جدا فيها نخل وهذا الأخ اشترى منه المزرعة طيب وقت الحصاد جاء الباع وقال التمق لي قال يا أخي لم نكتب هذا في العقد يقول هذا معروف الشرع لأن الباع الآن لقح الثمرة فإذا لقح الثمرة بعد أن تؤبر يعني كانت ملقحة فالثمرة لمن للباع لا للمشتري وإن كانت لم تلقح فالمشتري له كل شيء مفهوم إذن في الشرع إذا باع النخل وكان قد لقح هذا النخل لأن النخل لابد له من تلقيه ليس كباقي الأشيار مفهوم وهذا معناه أنه تعلق بالثمرة الآن الشرع يعطيه الثمرة إلا إذا اشترط المشتري وقت البيع قال الثمرة لي مفهوم قال مفهوم وتوقع على هذا ووقع في الحمد لله طيب إذا باع أشيار الأشيار هذه فيها زيتون ورمان وبرتقال وتفاح وكان كانت الثمرة ظاهرة فهذه الثمرة لمن للبائع نعم لأن البائع الآن تعلق بهذه الثمرة عندما خرجت مفهوم طيب كذلك الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة نعم طيب هل يصح بيع الآن بيع الأصول يصح يبيع الأشيار كاملة يعني الأرض يصح يصح لكن لابد أن تكون الثمر الظاهرة لمن للبائع وإذا كان نخل وقد لقح يعني هذه الأشيار النخيل فله التمر إلا إذا اشترطها المشتري عند العقد طيب الآن نريد ننتقل إلى أمر آخر الآن بيع الثمار بيع الثمار هل يصح أو لا يصح ننظر إلى الثمار يصح بيع الثمار بعد بدو والصلاح يعني بعد أن تكون صالحة للأكل لأنه قبل بدو والصلاح لا يصح البيع طيب بيع الحبوب الحبوب كيف نعرف بدو والصلاح فيها نعرف الآن في العنب أنه يطيب للأكل يصبح يصبح حلو المذاق وفي بعض الثمار يتغير اللون صحيح تغير اللون يعني الآن الرطب يكون في أول الأمر أخضر وثم هذا يكون أصفر تغير اللون هنا هذا علامة على بدو الصلاح الحب كيف يعرف الصلاح يستد مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر الصر البرد الشديد أكثر ما يضر بالحبوب الرطوبة صحيح ولذلك تجد النمل الآن إذا دخل شيء من الماء إلى ما هم يعني ادخروا داخل الأرض يخرجوه حتى يجف ثم يدخل مرة أخرى نعم طيب دائما يعني في الغالب أن الإنسان يتطلع لما في أيدي الآخرين صحيح فعندما يرى هذا الجوال في يدي أخيه يريد أن يمتلك هذا الجهاز في العادة في البيع أنه دائما يعني في الغالب أن بعض الناس يستعجل أحيانا في الشراء والبعض يستعجل في البيع فجعل الله سبحانه وتعالى لنا سعة في البيع وهو ما يسمي الفقهاء بالخيار مفهوم يسمي العلماء بالخيار أنه يختار يمضي في هذا البيع أو لا يمضي يمضي في الشراء أو لا يمضي سواء من الباع أو من المشتجل هذا ما يسمي الفقهاء بالخيار يعني يختار أنه يتم هذه الصفقة أو يرجع عنها طيب هذا الأخ قلت له تبيعني هذا الكتاب قال نعم بكم قال بواحد يورو ما يسأل شيء هذا طبع رديع رديع نعم طيب واحد يورو أعطاني الكتاب وأخذ مني واحد يورو البيع تراضي ومالك لا ظلم لا غرر لا ربا الحمد لله إذن البيع صحيح أخذ يفكر قال لا كيف أبيع بواحد يورو أنا ما أريد البيع يبقى عندي ولا أبيع هذا الكتاب بواحد يورو فننظر الآن هذا هو الآن أنه يختار أنه يرجع في العقل أو أنا أرجع في السراء خيار الخيار أنواع النوع الأول خيار المجلس يعني الآن إحنا ما زلنا في المجلس أو افترقنا أنا والأخ ما زلنا في المجلس إذن يثبت له الخيار طالما نحن في مجلس واحد حتى لو بقينا في هذا المجلس أنا والأخ في الطائرة والطائرة تسير عشر ساعات فالخيار أحيانا يكون عشر ساعات مفهوم هذا يسمي العلماء خيار المجلس لكن أنا أريد أن أسقط على الخيار أقول انتظرني دقيقة أخرج خارج المسجد وأرجع تحايل على إسقاط الخيار على البعن يصح لا يصح يعامل بنقيق قصده أو هذا الأخ قال أريد أرتاح نسقط الخيار أو أسقط أنا الخيار عن نفسي الله سبحانه وتعالى أعطاه حق وأسقطه ماذا نصنع يصح ولا إشكال إذن هذا النوع الأول من الخيار خيار المجلس مفهوم إذن طالما أن الباع المستري في المجلس أو في الدكان دخل للدكان بكم تبيع هذا السوب قال بمئة قال والله طي خذ المئة ولم يخرج من الدكان قال لا ما أريد هذا السوب قال باع لعاب يقول لا ثبت لي الخيار ترد السوب ترد السوب شئت أم أبيت صح لكن خرج ورجع بدون تقصد يعني تقصد إسقاط الخيار رجع قال ما أريد هذا السوب ماذا نصنع الآن انتهى وقت الخيار انتهى نرشد الباع نقول اسمه هذا الآن الواقع يسميه العلماء إقالة ومن أقال مسلما عثرته يا أخي يستحب لك الآن إقالة هذا المسلم فماذا تقول أراد الحمد لله فهم أجور وإن لم يرد فالبيع لازم الآن مفهوم طيب مرة أخرى إذن الخيار أنواع النوع الأول خيار المجلس فللباع والمشتري الخيار ما لم يتفرق تفرق أصبح البيع لازم وقبل هذا البيع غير لازم لكل واحد منهما الفسر مفهوم طيب الثاني خيار الشر خيار الشر تبيعنا هذا الجهاز قال نعم بكم أربعمائة أقول طيب لكن بشر هذا الخيار إيش أشترق أقول أشترق أجرب هذا الجوال إلى ردن صلاة الظهر يسح يسح أو لا يسح هذه معاملة عندكم كثيرة جدا يسح لا يسح جئت قبل الظهر قل تمسك ما أريد أعطني أربعمائة ماذا يسح يسح يرجع لي ولا بد جئت بعد الظهر لا إلا من باب الإقالة خيار الشر أنت تعرف الآن يكتب على بعض السلعة ضمان خمس سنوات لو قبلت خمس سنوات بدقيقة أرجعت السلعة يرجعوها الأكلة ويسلحوها وكذا صحيح شر هذا معروف خيار الشر طيب خيار التدليس بعض الناس يدلس عليه يعني يعني يكون الظاهر الشيء والباطل شيء آخر هذا الجهاز هذا الجهاز ماركة صحيح آيفون صحيح طيب فالجهاز هذا آيفون دلس على المستري وقال هذا آيفون وكاله وهو صيني فأقل هذا هذا لا يعرف في الأجهزة مثلي استرب أربعمائة وهو لا يساوي عشرة يغل وذهب ونظر في الجوال ونظر في هذا وقال هذا هذا الصيني ليس بماركة مثل جاءني وقال أعطني الأربعمائة يور أقول لا تم البيع يصح لا هو دلس علي والسعر يعني من أربعمائة إلى عشرة لأنك قد يكون أحيانا أنت تعرف لابد في البيع في ربح لكن هنا أحيانا يكون الربح في الثمن شيء يعني خرج عن العادة أصلا مفهوم طيب وهذا ما يسميه بعض الفقهاء بخيار الغبل يعني يعني هذا الجهاز يسوي أربعمائة وهذا غريب لا يعرف جاء إلى الحجة ولا العمرة ويرد أشتري جهاز بكم أقول بأربعة أهلاف يورو العرف إلى مائة إلى مائة ألف وهو لا يعرف عندنا يقول نعم بكم قال والله أنا ما أدري عن السعر لا أعرف السعر أأتي إلى المدينة وأبيع قال نشتري منك بعشرة وهي تساوي كم مائة فماذا نصنع هنا في هذه الحال يأتي هذا صاحب الجبن المزارع إلى المدينة وينظر الأسعار إن أراد إمضاء البيع أمضاه وإلا فشخ البيع إذن يثبت الخيار بالغبل بأن يغبن برفع السعر بأكثر مما عليه الناس وجرت عليه العادة أو بالزيادة في السعر لمن لا يريد الشراء أو بتلقي الجلب خير التدليس ذكرنا أنه يدلس عليه يدلس عليه أحيانا في بهيمة الأنعام يترك هذه الماعز يترك الحليب ولا يحلدها مدة أحيانا يوم كامل أو يومين فأتي هذا ويجد هذه الماعزة الله الضرع منتلت فيظن أن هذه الماعز حلو فماذا يصنع يزيد في السعر الآن متى يكتشف هذا عندما يحلبها يحلبها الآن ينتظر ما تمتلع مثل ما كانت وقت البيع فيثبت له الآن هنا الخيار إن أراد فسخ البيع له الفسخ لكن يعطيه مقابل الحليب ماذا صاع من تمر الفوم نعم طيب الله أعلم نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى قبل صلاة الظهر نكمل الله أعلم صلى الله عن نبي محمد وعلى صحبه والسلام الحاجة عشر ونسب إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة